زيكم يا حلوين عاملين اي رب تكونوا بخير انا ايا من قناة حياتي في ايطاليا لو لسه اول مرة تشوف القناة اهلا بك في قناتي بس ياريت تعملي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ده كمان وان شاء الله القناة هتعجبك النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات الكافيهات اللي بدأناها مع بعض المشروبات اللي بنحضرها مع بعض النهاردة هنحضر مع بعض سموزي التوت الاسود بطريقة سهلة جدا جدا وصحية وان شاء الله يعجبكم ويعجب ضيوفكم واولادكم زي ما عودتكم لايك عالسريع للفيديو ده ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف ايه المكونات بتاعتنا للمشروب بتاعنا مكوناتنا سهلة جدا زي ما انتوا شايفين هنحتاج حليب كاس واحد من الحليب او كوباية وكمان عندنا اي نوع زبادة فضلية الموجود عندي دلوقتي بالبلوبيري تمام من اكتيفيا وكمان عندنا ده التوت الاسمر اللي انا هستخدمه في السموزي بتاعي زي ما انتوا شايفين شكله بالشكل ده بيبقى متوفر في كل السوبر ماركت الكبيرة وكمان عندنا طبعا احنا تعودنا مش هنحط سكر هنحط عسل نحل اللي هو الميل موجود هنا في ايطاليا اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب المخلاط بتاعنا بالشكل ده وهننزل عليه بالتوت بتاعنا الجميل طبعا لازم اوقع لانه صغير جدا هنجيب كمان مكعبات من التلجة عشان يدي امتعاش كده للسموزي بتاعنا وهضيف عليه حوالي كباية من اللبن او كبايتين على حسب سنك العصير اللي انت عايزاه انا هنا ضفت حوالي كبايتين كبار زي ما انتوا شايفين كده وطبعا هنحلي السموزي بتاعنا بالعسل لان طبعا عايزينه يبقى صحي مية في المية ولادنا كمان يستمتعوا به ودي علبة الزبادي هنا كمان حلوة او ان هي بالتوت هتدي اللون اللي انا عايزاه تمام ممكن تستخدم زبادي سادة او اي نوع زبادي متوفر عندك بيدي طعم حلو جدا وبيديكي نكهة كويسة لو هو كمان برضو بنوع مختلف من العصير زي ما انتوا شايفين كده خلصنا العصير بتاعنا وده الشكل النهائي قبل ما نضربه شكله حلوة قوي بالتوت كده فهنحضر بقى الكسات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين وده السموزي بتاعنا بعد ما ضربناه حوالي دقتين تلاتة مش اكتر من كده وهنبدأ ان احنا نقدمه في الكسات بتاعتنا بطريقة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده هتصبوه عادي طبعا ده حلو بقى بما ان المدارس فتحت كل سنة وانتوا طيبين بقوا اولادكم هيبدأوا يتذكروا فتقدروا تعملوه وقت المذاكرة او تقدروا تعملوه كمان وكمان بعد ما يرجعوا من المدرسة او لديوفك عصير صحي جدا وسموزي صحي جدا ان شاء الله تكون وصفتي بتاعت النهاردة عجبتكم والوصفة سهلة جدا تقدروا تعمليها زي ما قولنا قبل كده بأي نوع فاكهة عندك تقدروا تعملي السموزي ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة واشوفكم على خير في فيديو جديد مشروب جديد باي باي اشتركوا في القناة